بسم الله الرحمن الرحيم فيه كيرف تاني وده الكيرف اللي بيسمى characteristic curve bump characteristic curve او performance curve of bump الكيرف ده بيتم الحصول عليه من مصنع البم والمصنع بيعمل تيستنج للبم بتاعته بشكل بسيط جدا لو حبينا نشرح هذا التيستنج انه بيركب البم في سيستم بيحط عدات ضغط في المدخل وعدات ضغط في المخرج وليكن في المدخل هيقرأ اسمه بي وان وفي المخرج هيقرأ بي تو وبيحط valve طبعا احنا عارفين ان دلتا بي اكروس لو عارفين ان دلتا بي اكروس البم اللي هي بي تو ماينس بي وان لو احنا ضربنا دلتا بي ديت في كيو هي دي الباور اللي بتستهلكها البم ويدلتا بي دي هي رو في جي في الهد اللي بيعطيه البم او بنسميه المانومتريك هد يعني لو احنا اسمنا الدلتا بي على رو في جي بنحصل على اله لو احنا وضعنا الفالف دلوقتي في وضع المغلق يعني حطناه يبقى الفلوريت بكام بصفر طبعا لو الفلوريت بصفر والبم بشغالة معناها ان بي تيو هتكون قيمتها عالية جدا وبالتالي الفرق بين البي تو والبي وان هيزيد يبقى عند زيرو فلوريت بنحصل على ماكسيموم هد من البم ثم لو بدأنا نفتح الفلو تدريجي كل ما هيزيد الفلو كل ما هتقل البرشر وبالتالي هتقل قيمة الدلتا بي وبالتالي هتقل الهيد او المانومتريك هيد بتاع البم ولذلك هنجد ان احنا حصلنا على الكيرف اللي يمثل الاداء بتاع البم بيبقى كل ما زادت الكيو بتقل الهيد المطلوب من البم يبقى كل ما زادت الكيو بيقل الهيد اللي بتقدر تعطيه البم ولكيرف ده بيسمى البرفورمانس كيرف او الكاركترستيك كيرف دلوقتي احنا كده عندنا تو كيرفز كيرفز تم رسمه من السيستم وكيرف تم رسمه من البمب واداء البمب لو احنا وضعنا الكيرفين دول مع بعض لو انا وضعت كيرف السيستم بهذا الشكل وكيرف البمب بهذا الشكل هنجد فيه نقطة للتقاطع بين التو كيرفز ودي النقطة دي تسمى الابريتنج بوينت او نقطة التشغيل نقطة التقاطع دي او قيمة الكيو اللي بنحصل عليها والهد اللي بنحصل عليها بنسميها الابريتنج بوينت ومعناها ان لما بنركب هذه البمب على هذا السيستم بنحصل على هذا الفلو عند الهد ده يعني السيستم ده الفلو ريت اللي هيمشي فيه هو الكيو أوبريتنج ات اتش أوبريتنج اذا تم استخدام البمب ديت اللي هي يمثلها الكاركترستيك كيرف اللي بهذا الشكل وتسمى هذه النقطة الأوبريتنج بوينت عايزين نتعرف دلوقتي على الكنيكشنز اوف تو بمبز نبدأ بي الكنيكشنز اوف تو بمبز ان سيريز ان سيريز يعني على التوالي يعني بنركب البمب الاولى ثم يليها البمب التانية هنلاحظ هنا ان الفلو ريت اللي بيعدي من البمب الاولى هو اللي بيعدي من البمب التانية ولكن البمب الاولى تعطي هيد ثم البمب التانية تعطي هيد اخر لو تو بمبز دول ايدنتيكال يعني زي يقدي بعض بالزبط ففي هذه الحالة الهيد بيتم مضعفته لنفس الفيلوريت يعني توصيل two bumps in series بيعطيني ضعف الهيد لنفس الفيلوريت اللي كان بيمر في البمب الوحدة علشان نقدر نعبر عن system curve أو characteristic curve الخاص بتوصيل two bumps in series ومعرفة الoperating point هننفذ الآتي احنا اللي بيجي لنا من المصنع بتاع البمب curve خاص اللي هو الـ QH curve بيجي لنا curve خاص بالsingle bump وهو بيبقى شكله بالشكل ده ده خاص بالsingle bump وطبعاً السيستم احنا سبق ورسمناه وبيبقى بالشكل ده وده السيستم curve والتقاطع بين النقطة بين two curves ده كان بيديني الoperating point زي ما اتفقنا ودي هتبقى الoperating point ليه السنجل بامب طيب لو وصلت two bump in series واتفقنا ان two bump ده الـ identical وفي حالة الـ identical بيتم مضعفة الـ head فمعناها ان الكيرف الجديد اللي يمثل التو بامب مع بعض هيكون ضعف هذا الكيرف طب علشان انفزه في الرسم ازاي هبدأ انقل المسافات دي يعني هاخد المسافة دي عند الكيوب صفر وهنقلها فوق هنا كده بحيث احصل على النقطة الـ two bump مع بعض عند الكيوب صفر الـ head عند الـ two bump عند الكيوب صفر ثم انتقل لـ different value من الكيوب كيوب مختلفة وانقل المسافة ايضا فوق يديني نقطة تانية وهكذا بنفز نفس الخطوة عند different values of q وكل value من دي بتديني نقطة كلما زادت القيم اللي انا بنقلها كلما كان الكيرف مرسوم بشكل ادق لو وصلنا عند الصفر هنا يبقى هيفضل صفر لو وصلنا النقط دي ببعضها بنبدأ نحصل على الكيرف اللي يمثل يبقى الكيرف دي يمثل two bumps in series طيب فين الـ operating point في هذا الوضع السيستم لو فرضنا ان ما فيش اي تغيير حصل في السيستم فالـ operating point هتنتقل للنقطة دي وهتبقى الـ q الجديدة هنا والـ h الجديدة هنا طبعا هنلاحظ ان توصيل two bump in series لما جبنا تقاطعه مع السيستم مش فقط اعطاني مضعفة للهيد ولكن اعطاني زيادة للكيو يعني لو نرجع للصورة اللي هنا هنلاقي هنا في زيادة حصلت في الكيو وايضا زيادة حصلت في الهيد طيب انا الهدف الاساسي من استخدامي للـ two bump in series ان انا عندي مشكلة في الهيد وعايز ازود الهيد ما يهمنيش الزيادة في الكيو قد ما يهمني الزيادة في الهيد طب في الحالة دي اتغلب على المشكلة دي ازاي او انا عايز تكون الزيادة بالكامل تنتقل للهيد يبقى في الحالة دي ارجع للـ flow rate القديم اغير السيستم كيرف نفسه طب اغير السيستم كيرف ازاي ان انا لو في السيستم ده فيه محبس هبدأ اقفل المحبس ده معنى ان انا اقفل المحبس معناها ان قيمة الـ R اللي موجودة في المعادلة بتاع السيستم هتزيد لان الـ R بتساوي 8 في F في L على D زائد K على باي سكوير في G في D اص 4 الـ K دي تمثل المينور لوسز ومن ضمنها الفالفز لو احنا افلنا الفالف قيمة الـ K دي بتعلى وبالتالي قيمة الـ R بتعلى وبالتالي السيستم كيرف مش هيمشي على هذا اللاين بل انه هيتغير ويمشي على هذا اللاين طبعا لو انا فضلت اقفل السيستم اقفل المحبس بحيث ان انا ارجع الفلوريت للكيوء القديمة هجد بالفعل ان لو رجعت للكيوء القديمة هجد ان الـ H فعلا تم مضعفتها بتوصيل 2 bumps in series ترجمة نانسي قنقر